شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عدروس الزبيدي على ضرورة طلاع الحكومة بمسؤولياتها لوقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية من خلال ضبط السياسات النقدية وترشيد الانفاق كما شدد النائب الزبيدي خلال لقاه في العاصمة عدى الرئيس الحكومة أحمد بن مبارك شدد على إلزام الوزرات والمؤسسات واللهيئات الإرادية التابعة لها بتوريد جميع الإرادات إلى الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي بما يضمن توفير السيولة النقدية اللازمة لاستقرار أسعار الصرف ويساعد الحكومة على الوفاء بالتزامتها كما بحث اللقاء الأوضاع الإنسانية في عموم المحافظات المحررة والجهود المبذولة من قبل الحكومة لوقف التدهور الاقتصادي وتوفير الخدمات وفي مقدمتها توفير السيولة النقدية اللازمة لشراء الوقود الخاص في محطات توليد الكهرباء لضمان استقرار الخدمة خلال الصيف الحالي وأكد الخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة لمعالجة ملف الكهرباء من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية لتوليد الكهرباء بالطاقة النظيفة